اسم التجربة العوامل المؤثرة في الاحتكاك Factor's Influencing Friction الهدف من التجربة استنتاج العوامل المؤثرة في الاحتكاك عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الأجسام الصلبة والخشينة أدوات التجربة ميزان نابضي أثقال حديدية بالأوزان 50 نيوتون 100 نيوتون سطح مستوى خشبي سطح مستوى زجاجي سطح مستوى مغلف بالجوخ خطوات إجراء التجربة نسحب أثقال حديدية بالأوزان 100 نيوتون 50 نيوتون أفقياً من خلال الميزان النابضي على السطح الخشبي فنلاحظ أن أغسى قوة احتكاك بين الأثقال والسطح تساوي 1 نيوتون 0.5 نيوتون على التوالي نكرر الخطوة السابقة مع الأثقال الحديدية على الأسطح الآتية سطح زجاجي سطح مستوى مغلف بالجوخ وبالترتيب فنلاحظ اختلاف قيم قوة الاحتكاك بين المواد والأسطح النتائج تنشأ قوة احتكاك بين الجسمين المتلامسين وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة فتقلل سرعة الجسم المتحرك فعندما سحبنا أوزاناً مختلفة من مكعبات الخشب والأثقال الحديدية على سطح المستوى وبالقوة نفسها لاحظنا اختلاف قيم قوة الاحتكاك فكلما ازداد وزن الجسم ازدادت قوة الاحتكاك وكذلك تتغير قوة الاحتكاك بتغير نوع مادة كل سطح فالاحتكاك بين الأسطح الخشنة يختلف عن الاحتكاك بين الأسطح الناعمة وبذلك نستنتج أن قوة الاحتكاك تعتمد على نعومة السطح الذي يتحرك عليه الجسم أو خشونته والقوة العمودية الضاغطة بين هذين السطحين